اهلا بكم مرة تانية وحلقة الخميس 24-11-2011 وهنبتدي فقرة الصحافة مع أستاذ أسامة عبدالعزيز نائب رئيس تحرير الأهرام سبعة خير فاني سبعة خير فاني هنتطرق للعنوين نقولهم كلهم نعدي عليكم مشاهدينا منشتات الأخبار بنبتدي من الشروق الصفحة الأولى إخلاق مبنى وزارة الداخلية وتأمينه بقوات خاصة والمصر اليوم الصفحة الأولى المجلس العسكري يبحث عن منقذ والتحرير يبحث عن زعيم والأهرام الصفحة الثالثة غدا مليونات الفرصة الأخيرة والأخبار الصفحة الثالثة البرادعي وعيسى وعبدالجليل واجبنزوري أبرز المرشحين لرئاسة حكومة الإنقاذ والمصر اليوم الصفحة الأولى من الخبرين الأول وزير الصحة يعترف باستخدام الرصاص الحي وينفي وجود غاز الأعصاب والمصر اليوم الصفحة الأولى برضو الخبر الثاني اللجنة العالية تعلن تأجيب الانتخابات مخالف للقانون والشرطة مساعد في التأمين وآخر خبر من الشروط الصفحة الأولى اللي وقس معنان الإفراج عن جميع المعتقلين وتعويض الشهداء ومحاكمة فورية للمتورطين المجمل أخبار النهاردة بيعبر عن الخمسة أيام اللي فاتوا وممكن نقول إنها الموجة التانية من ثورة 25 يناير خلينا نأخذ الأخبار بالترتيب يعني هي الموضوع بقى غريب جدا لإنه الناس بتتفرج على حاجات وناس دمها بيسيحوا الغاز إحنا شايفينه على الهوى والسلطات تنفي ووزير الداخلية المباريح على سورة 27 نفع طيب أول خبر عندنا عن وزارة الداخلية اللي فيه أزمة عليها في بلدنا دلوقتي من الشروط الصفحة الأولى إخلاق مبنى وزارة الداخلية وتأمينه بقوات خاصة عليش يا فادي خليني بس الأول بدلا من أخدها خبر خبر كده نتكلم على مجمل المشهد السياسي اللي بتعيشه البلاد في الفترة الأخيرة مش بس من اليوم السبت الماضي ولكن نقدر نقول من يوم بالتحديد 12 فبراير 2011 الصحف المصرية سواء القومية أو الحزبية أو المستقلة النهاردة حبلة بأخبار متنوعة وموضوعات مسيرة غير أنه طبعا أهم ما يلفت النظر زي ما حضرتك قلت كده وما يستحق التوقف عند الأخبار دي في رأيي هو البيان اللي أصدره شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطير اللي طالب وهنا بقى لازم نحط يعني خطوط طالبة الشرطة بوقف إطلاق النار على المتظاهرين ووقف توجيهه إلى صدور المواطنين مهما كانت الأسباب مناشدا في الوقت نفسه العسكري اللي هو المجلس العسكري أو القوات المسلحة بمعنى أدق بأنها تعمل على منها أي مواجهة بين أبناء الشعب الوحيد لكنه دلالة هذا البيان اللي أطلق أهم مؤسسة دينية في العالم الإسلامي واللي أعلنه شيخ الأزهر بالأمس يعبر بوضوح على أن الشرطة ترتكب فظائع في حق شباب هذا البلد اللي أخذ على عتقه اعتبارا من 25 يناير الماضي دفت الأمور وقاد ثورة ليس لأحد أي فضل فيها سوى لهؤلاء الشباب اللي يستحقوا كل التقدير وكل التكريم وأن يقودوا المرحلة المقبلة بأي شكل من الأشكال وعلى الجميع أن يتوارى هذه زي ما أنت قلت بالتحديد اللي حصل اعتبارا من يوم السبت دي موجة تانية لثورة 25 يناير لأنه الشباب ده اللي ضح بأرواحه في 25 يناير وشاف أنه الأمور لم تتغير في عشرة أو في 8 أشهر لم يحدث أي تقدم بل أنه هناك قوى سياسية وبالتحديد بعض الأحزاب سواء الشرعية أو اللي كانت محظورة تمكنت من أن نقدر نقول تتصدر المشهد السياسي وبدأوا يحصلوا على مكاسب أو غنائم بشكل أو بآخر بتفاهمات أو غير تفاهمات ولهذا أنا أرى أنه الموجة التانية اللي قامت أعتبارا من يوم السبت ما هي إلا صرخة احتجاج على سوء الأوضاع وتردية طيب خلينا ناخد الأخبار أنا أعود للأخبار لأن الأخبار فيها تفاصيل كتير جدا صحيح هنبتدي بموضوع وزارة الداخلية وإخلاء مبنى وزارة الداخلية وتأمينه بقوات خاصة والعنف اللي إحنا مش فاهمينه في البلد وفعلا كلنا بنشوف سوبيان ترتاشرة واربعتاشرة سنة مش ممكن ما تيش متظاهر ولا راجل محترم تراح يطالب بحق وراح جايب أزاز ملوتوف وماليها بنزين وراح طيب بتوع الملوتوف دول عملين بيرموا في كل حتة مين بقى بتوع الملوتوف دول وإيه حكاية محاولات اقتحام وزارة الداخلية والمديريات طب هم بيقولوا في أي دخافية من هي الأي دخافية؟ سؤال بيحددوا الجهات التحقيق نيابة العامة تتولاها طبعا ده مبررات من وجهة نظري هي مبررات وهي مبررات غير كافية أما الخبر نفسه إخلاء مبنى وزارة الداخلية ده بقى أمر مطلوب النهاردة لأنه الشباب يعني سائر وعنده حق في هذه الثورة أنا أريد أن نسأل سؤال المجموعة المعتصمين اللي كانوا موجودين يوم السبت اللي هم من أسر شهداء الثورة عددهم كانوا يتجاوز من مية إلى متين فرد في ميدان التحرير بيعتصموا بشكل سلمي جدا التعامل معهم بشكل عنيف جدا أصار الناس اللي في الشارع ساعة واحدة دور وأصار طبعا شباب الثورة أصار الناس كده بالزبت كده وتجمعوا معهم وشوفنا بقى العنف المضاد من قبل الشرطة واستخدام بعض الغازات صحيح أنا عايزة تخطي بس مع وضواء الغازات لا إحنا الغازات كلنا شفناها وقالبيت الناس وأنا شميتها وفي ناس كتير شميتها أنا باتكلم بس في نقطة واحدة ألا يمثل الفيديو اللي موجود لزابط صغير بيدرب على الناس ويصيبهم في عيونهم ألا يشكل ذلك دليل على عدم صدق كلام وزير الدخلية ولا إحنا بيتهيق لنا يعني اللي إحنا شفناه ده حاجة أنا مش أعرف أنا عايز أقول حاجة هم شافوه من المؤكد هم شافوه من المؤكد ده يعني مش عايزين نقول أنه كل زباط الشرطة بينتهجوا هذا النهج عشان ما يبقاش حكمنا فيه نوع من أنواع التعميم طب هل قد يجوز أن ده يكون الدليل إدانة وعدم صدق وزير الدخلية برضو أنا مش عايز أقول وزير الدخلية ولا ده تجاوزات فردية لا مش فردية باتت اليوم بعد 25 يناير ده عمل ممنهج فيه سياسات أو في عقيدة رجل الشرطة وبالتالي الفندم وانا بتكلم في نقطة أنه لما الناس أعينها يعني ناس كتير جدا راح يعني الدكتور دكتور السنان اللي نزل في 28 يناير عينه اليمين طارت ونزل مرة التانية عينه الشمال طارت طب اللي بيدرب العينين ده اللي هو اللي احنا شفناه الزابط الزوائر ده المتخصص ده أو القناص أو أي حاجة يعني هو ده ده منطق طيب ما أنا قلت دي عقيدة رجل ناس حطى راسه مكافة ناس حطى الناس طلب روحه بالزبط كده لكنه احنا يعني معاشا كده الشباب صار مرة أخرى وهيصور مرة جميل لو لم تنفذ مطالبه كاملة أو يشعر بتحسن الأحوال وأنه بيقود حركة من حركات التحرير الفعلية بالفعل لكن احنا دلوقتي في أزمة بياخدنا لها الخبر التاني من المصر اليوم المجلس الأسكري يبحث عن ننقذ والتحرير يبحث عن زعيم في مشكلة أنه مفيش قيادات للميدان ودي من أكبر المشاكل اللي مبليهم أنه مفيش قيادة واحدة يمكن التحدث معها في الميدان فالتفاوض ممكن يتم إزاي؟ زمن الزعمات انتهى يعني أنا سعيد جداً بالتحديد الخبر التالت كمان بيقول أنه غدا مليونية الفرصة الأخيرة بخرا اليوم السادس يعني إحنا بنكرر السيناريو على فكرة فيه ناس فيه أحد القناة تلفزيونية عملت مقارنة ما بين أحد أول خطاب للرئيس مبارك وخطاب السيد المشير تقريباً يعني الاتنين تشابه كبير والناس مستغربة جداً أنه نفس التعامل ونفس الكلام والناس بتقتل على الهواء يعني حتى الاعتذار مش مفهوم وفي مليونية بكرة الله أعلى ما توصل لفين يعني الميدان ما بيفضاش مليونية الفرصة الأخيرة وده أفضل تعبير عبر عنه الأهرام النهاردة في الصفحة التالتة مليونية الفرصة الأخيرة إن لم تستجيبه هيكون هناك ردود أو أفعال أخرى لكنه اللي عايز يعني من خلال قراءاتي أو تصفحي لجريد النهاردة عبر عن هذا الأمر بأمانة شديدة هو الدكتور حسن نفع في مقال وجهة نظر في الصفحة الخامسة لما قال المجلس هو المشكلة وليس الحل الدكتور حسن نفع عمل تأصيل للمشكلة وكمان أعطى حلول وهو ده الوسائل الآلام لازم تنتهجه النهاردة وسائل الآلام مش بس مجرد إن هي بترصد لنا حدث حدث أنا بشوفه يعني 24 ساعة الشاشات كل يوم بتقدمه لي لكنه وسائل الآلام مقروقة عليها دور الدور طيب إيه الحل في أزمة والأزمة القائمة ولا أنتو حل من وجهة نظر طب السؤال هل لو زي ما خبرنا اللي جاي من الأخبار الصفحة التالتة البلداء وعيسى وعبد الجنزولي أبرز المرشحين لرئاسة حكومة الإنقاذ هل يجوز إنه تشكيل الحكومة برئاسة إحدى هذه الشخصيات لو صحت الترشحات ده ينزع فتيل الأزمة ولو مؤقتا بحس إن الناس خلاص توافق على ده بحس إن هي تستحمل لغاية شهر سبعة اللي جاي تكون مشاكلنا تحلت ولا فات خلينا نرجع تاني لمقال الدكتور حسن نفع هو حدد فيها بغض النظر عن الأسماء المطروحة النهاردة بيقول الدكتور حسن نفع بيقولك أنه المسألة مش مسألة تشكيل حكومة إنقاذ وطني فقط هذا الأمر لن يحل المشكلة إنما هو عايز مجموعة من الحلول ذات الرؤية السياسية المتكاملة أولا يكون من ضمن هذه الحلول للخروج من أزمة رهنة ده بيتطلب تصورا متكاملا بيشمل حكومة إنقاذ وطني وبرلمان مؤقت ومجلس استشاري ممكن ده كلام لأهو مرة بنسمعه طب وده نقدر إزاي نعمله أفند مين هيتوافق عليه إزاي الثورة قامت بما إنه في ثورة في شرعية ثورية يعني الأمور لازم تتغير أفند ما فيه جوزقية بس يعني إحنا كل اللي إحنا بنقوله ده ووزير الصحة في المصري دوم الصفحة الأولى طالع بيعتمد تخدم الرصاص الحي وينفي وجود غاز الأعصاب يعني فيه ضرب الرصاص الحي على المتظاهرين طبعا لما أنا اللي عايز أفهمه مش هننوقف القتل الأول طيب لما يكون عندي خمسة وثلاثين شهيد يبقى الطب الشرعي النهاردة من الخمسة وثلاثين شهيد ده في عشرين شهيد استم استخراج رصاص حي من مناطق فيه وخرطوش وخرطوش ولو فيه رصاص حي تزايا خرطوش وكون وزير الصحة يعترف لأنه وزير الصحة شرعيته من الميدان عمره هلمي لكن خريني أرجع بس للدكتور حسن نفع في مقالته لأنه ده رد على السؤال بتاع الحكومة الشخصية اللي تتولى هو بيقول إيه تتولى قيادتها شخصية مستقلة لا تمت بأي صلة إلى النظام القديم ده بند أساسي بشرط تحظى بقبول عام تؤمن بالثورة وده برضو أمر مهم تعمل على تحقيق جميع الأهداف بتاعة الثورة بشرط بقى أنه تم تفوضها بجميع الصلاحيات اللي تمكنها من إدارة المرحلة القادمة دون تدخل من المجلس العسكري سمع عشان بس أحنا أوقتنا خلاص قرار بيخلص ده كلام جميل ونظر هي كل الفكرة أنه صنع القرار تقريبا هو مش سمعنا يعني هو بيتعامل بطريقة تانية صنع القرار يوم 25 يناير ما كانش سمعنا برضه لكنه شباب التحرير أكبروا طيب يعني عندنا بس آخر خبرين عشان قبل ما وقتنا يخلص عشان نبقى كملنا احنا للأسف وقتنا خلص بس يعني هو اللجنة العليا بتقول إن تأجيل انتخابات مخلف للقانون والشرطة مساعدة ستأمين واللواء عنان قال الفرج عن المعتقلين وتعويض الشهداء وهو محاكمة فورية للمتورطين طبعا دي يعني تصريحات جميلة اسمح لي بسانية واحدة وانا هارف طبعا الوقت يعني خليها كلمة ختمية كلمة ختمية انا متأسف التصريحات اللي قادلة بيها منصور عيسى وعزير الداخلية لجريت الوفد النهاردة دي هتصير جدل شديد جدا في شارع المصر إنه قال أنا شرف أصدر لأوامر بإني أفض المظاهرات التحريف بالقوة ولكن رفض حاجة تانية قالها ما هو أنفى مبارح على الهواء في ستوى 27 ينفي هذه المسألة في حاجة إنه تحقيق ثوري زي ما حصل بالزبط مع اللي حصل يوم 25 يناير لا نكيل بميكالين لا نكيل بميكالين حتى تحقق ثورة أهدافها الجملة الأخيرة اللي قالها إنه إذا استمر الوضع بالشكل ده لن نتمكن من إجراء الانتخابات ودي مسألة هتصير جدل شديد جدا في الشارع المصري خلال الأيام المقبلة عمو مانهو وزير الداخلية أنكر مبارح وقال إنه هو هينشر تكذيب رسمي نتمنى بقى نزع فتيل الأزمة إحنا بنقول ده في برنامج نهارك سعيد إحنا بنتكلم من منطلق دمرنا وحبنا لبلدنا بنحاول إن إحنا نبقى محايدين لكن مع الظروف والوقائع ما بنقدرش إن إحنا ننحاز غير للشعب المصري ما نقدرش نعمل غير كده أستاذ أسامة عبدالعزيز النائب رئيس تحرير الأهرام بنشكرك جدا يا فندم ونتمنى نتقابل في الظروف أفضل إن شاء الله شكرا فيك مشاهدينا دي كانت فقرتنا وفقرتنا اللي جاية هتكون مع عيدة وهتكون مع سالي تو مع عضو اتلاف شباب الثورة وأستاذ محمد علي خير الكاتب الصحف هم نتكلم برضو بالتفصيل فيما يحدث بعد الفصل تابعونا اشتركوا في القناة